السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية في خطوة ترم قطع العهد مع التسايب داخل المؤسسات التعليمية عممت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوسمسا مذكرة وزارية تقضي بمنع استعمال الهواتف النقال داخل المؤسسات التعليمية وتضمنت المذكرة دوافع هذا القرار في إشارة إلى المنع الكل لاستعمال الهواتف النقال داخل فصول الدرس سواء من طرف التلميذ والتلميذات والأطور التربوية أو الإدارية في الوقت الذي شددت فيه على إلزامية اعتماد الصرامة والحزم وعدم التساهل مع ما من شأنه أن يشوش على السير العادي للدراسة ووجهت المذكرة إلى المديرين الإقليميين بالجهة والمفتشين والمفتشات ومدير ومدراء المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وكذا الأستدة في تأكيد على ضرورة إخبار التلاميذ والتلميذات والآباء والأولياء والأسر وكذا الأطور التربوية بمضمون هذه المذكرة ويدخل هذا القرار في إطار تفعيل مشارع وإجاءات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين وتجويد الخدمات المقدمة في هذا الإطار وذلك بعد أيام على تعيين وزير التربية الوطنية الجديد شكرا على المتابعة نعتقد أنكم نخبة خاصة تعشق متابعة الأخبار لذا إذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الآن ترجمة نانسي قنقر